السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب مدرسة المناهل الدولية أهلا وسهلا بكم في درس جديد من مادة الاجتماعيات للصف السابع نلتقي معكم اليوم في درس من كتاب الجغرافية بعنوان السكان والعمران في قارة أوروبا عزائي الطلاب كنا قد تحدثنا في دروس سابقة عن قارة أوروبا من حيث الموقع والتضاريس فتناولنا تضاريس أوروبا من حيث الجبال والسهول السهل الأوروبي العظيم والسواحل وانتقلنا الحديث في الدرس الثاني عن المناخ والأقاليم النباتية والمناخية في القارة نصل معكم اليوم في هذا الدرس في محور جديد من الجغرافيا البشرية عزائي الطلاب كما نعلم عندنا في علم الجغرافيا يمكن أن نقسمه إلى جغرافيا طبيعية ندرس فيها التضاريس والمناخ والموارد وجغرافيا بشرية أهتم بدراسة السكان والعمران والأنشطة الاقتصادية التي يمارسها البشر الكثافة السكانية والنموء السكاني والتركيب العرقي والعمري والنوع على اختلاف كل أنواعهم إذن هذا بالنسبة للجغرافيا البشرية إذن درسنا اليوم هو من الجغرافيا البشرية يتناول السكان والعمران عزائي الطلاب في هذا الدرس سأتناول معكم محورين مهمين جدا وهما الأول الكثافة السكانية في قارة أوروبا سنفصل ونعرض عليكم بعض المقارنات والشروحات ومن ثم نأتي إلى المحور الثاني وأعرض عليكم أيضا أهم المراكز العمرانية وأهم المراكز المدنية في هذه القارة إذن قبل أن نبدأ ونخوض في هذه المحاور ونفصل فيها أعرض عليكم مقارنة أو معلومة بسيطة لتكون لنا مدخل لهذا الدرس كمان علم أعزائي الطلاب بأن قارة أوروبا من حيث المساحة تعتبر هي الثاني أصغر قارة في العالم يعني لا يأتي بعدها إلا قارة أستراليا في الصغر في المساحة إذن قارة أوروبا هي ثاني أصغر قارة يعني هي تتذيل الترتيب قبل الأخيرة لكن من حيث عدد السكان كانت قارة أوروبا هي في المرتبة الثالثة بعد قارة آسيا أولا وأفريقيا ثانيا إذن يأتي بعد قارة آسيا وقارة أفريقيا في المرتبة الثالثة قارة أوروبا من حيث السكان وعلى الرغم من ذلك على الرغم أننا سكان أوروبا هم أقل قارة في العالم من حيث النمو انتبه عزيزي الطالب سأرد عليك الآن هذه الإحصائيات لنتدارسها مع بعضنا إذن قارة أوروبا هي ثاني أصغر قارة من حيث المساحة لا يأتي بعدها إلا قارة أستراليا قارة أوروبا هي تعتبر أقل قارة من حيث النمو الطبيعي أي الفرق ما بين معدل الولادات ومعدل الوفيات وعلى الرغم من ذلك فإن قارة أوروبا تعتبر هي ثاني قارة من حيث الكثافة السكانية عزيزي الطلاب أول قارة من حيث الكثافة السكانية سأرد عليكم هذه الدراسة إن شاء الله بعدها قليل أول قارة في العالمية قارة آسيا والقارة الثانية تأتي قارة أوروبا طبعا عدد سكان قارة أوروبا كما نشاهد على الخريطة النمو السكاني مع مقارنة غيرها من الدول أو القارات فنجد معدل النمو السكاني الأعلى في العالم هو في الصين ثم في الهند ثم في أفريقيا ثم في أمريكا الجنوبية وأخيرا تأتي قارة أوروبا أو غرب أوروبا إذن بعدها فقط الولايات المتحدة الأمريكية إذن معدل الولادات أو معدل النمو يعتبر من المعدلات المنخفضة في العالم إذن تعتبر قارة أوروبا من المعدلات المنخفضة في النمو الطبيعي طبعا يعود هذا الأمر أعزائي الطلاب للموروث الثقافي عند هذه المجتمعات وضعف البنية المجتمعية في مجتمعات الغرب لذلك يكون عدد أفراد الأسرة قليل ويكون عدد الولادات قليل أيضا وعلى ذلك نجد أيضا شريحة أو طبقة المسنين أو كبيري العمر هي الأكبر أو نسبة كبيرة تكون في المجتمع طبعا هذه المعلومة ستكون لنا مدخل للدرس اليوم إذن نعيد أهم الأفكار في هذه الفقرة أعزائي الطلاب قارة أوروبا هي الثاني أصغر قارة في العالم من حيث المساحة لكن من حيث عدد السكان تأتي في المرتبة الثالثة كما سنرى بعد قليل وبالنمو تأتي في المراتب الأخيرة إذن هي متذيلة الترتيب ما معنى النمو؟ أي الزيادة الطبيعية لعدد السكان وهو الفرق ما بين معدل الولادات ومعدل الوفيات ويجمع أو يطرح منه معدل الهجرة طبعا على الرغم من هذا على الرغم من أن النمو الطبيعي في القارة كما رأينا على هذا المخطط البياني النمو الطبيعي في القارة يتذيل تقريبا ترتيب هو بعد الصين والهند وأفريقيا وأمريكا الجنوبية تأتي قارة أوروبا من حيث النمو فهي متأخرة في النمو الطبيعي النمو الطبيعي قليل فيها على الرغم من ذلك فأن الكثافة مرتفعة تعتبر ثاني قارة من حيث الكثافة إذن أعيد وأكرر في هذه الإحصائية قارة أوروبا هي قبل الأخيرة من حيث المساحة وأيضا متأخرة من حيث النمو الطبيعي فهي من القارات النمو الطبيعي فيها قليل جدا هذا واحد واثنان ثم نأتي بأن القارة تعتبر من أكثر القارات كثافة بالسكان فهي تأتي في المركز الثاني معدى قارة آسيا من حيث عدد السكان تأتي قارة أوروبا في المرتبة الثالثة بعد أفريقيا وبعد آسيا طبعا نعيد بأن النمو الطبيعي في هذه القارة يعتبر متراجع أو قليل بسبب العوامل المجتمعية أو العوامل الموروث الثقافي الذي ينتشر عند هذه المجتمعات فوتفكك البنية المجتمعية لذلك نجد بأن مجتمع هرم لذلك تلقب هذه القارة بالقارة العجوز كما نجد هنا أعزائي الطلاب هذه الخريطة توضح لكم الكثافة السكانية في العالم نجد هنا مفتاح الخريطة كلما ارتفعنا في اللون زادت الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد إذن الكثافة السكانية سنعرفها أيضا بعد قليل نجد هنا في اللون الأحمر نجد هنا أعزائي الطلاب في اللون الأحمر أن يتراوح عدد السكان بين 41 حتى 100 من 101 حتى 500 وفوق 500 في الكيلومتر المربع الواحد فنجد قارة أوروبا نعم هي من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة على مستوى العالم هذه هي قارة أوروبا إذن كثافة السكانية مرتفعة يأتي قبلها فقط قارة آسيا ولا سيامة في الهند ومنطقة الصين وفي جنوب غرب قارة آسيا وأيضا شرق في عفوا جنوب شرق آسيا وفي غرب آسيا أيضا إذن من حيث الكثافة كما نشاهد من هذه الخريطة ونستنتج بأن قارة أوروبا تأتي في المركز الثاني من حيث الكثافة السكانية متقدمة على أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكل القارة إذن تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا بسم الله نبدأ في المحور الأول بعد المقدمة بعض المعلومات التي عرضت عليكم لتكون لنا مدخل لدرسنا اليوم الكثافة السكانية بشكل عام في هذه القارة نشاهد عزائي الطلاب تطور عدد السكان في هذه القارة في عام ألف كان عدد السكان القارة حوالي خمسين مليون ألف ومئة ألف ومئتان نأتي نبشي في الزمن في التاريخ حتى إذا وصلنا إلى عام ألف وستمائة وصل عدد السكان القارة حوالي ثماني وتسعين مليون بعد ستمائة سنة كانت الزيادة حوالي ثماني واربعين مليون نسمة حتى إذا أصبحنا في عام ألف وسبعمائة ألف وثمانمائة ألف وتسعمائة أصبح عدد السكان قارة حوالي ثلاثمائة وثمانين مليون نسمة من عام ألف وتسعمائة حتى عام ألفين بلغ عدد السكان قارة حوالي ستمائة وخمسة وسبعين مليون نسمة إذن هذا التطور السكاني عبر التاريخ للميلادية حتى عام 2000 إذن كنا في عام 1000 للميلادية عند 50 مليون وصلنا إلى 2000 بعد 1000 عام يعني بلغ عدد سكان القارة حوالي 675 مليون نسمة طبعا الآن في آخر إحصائية معتمدة عندنا في الكتاب في عام 2009 كان عدد سكان القارة حوالي 830 مليون نسمة هذه النسبة تشكل حوالي 13% من نسبة سكان العالم إذن نسبة سكان أوروبا من نسبة سكان العالم ككل 13% كم يبلغ عدد سكان قارة أوروبا حوالي 830 مليون نسمة طبعا بعدما كانوا عام 1970 حوالي 656 يعني هذا نقدم لكم هنا مقارنة بين تقريبا حوالي 40 عاما كم زاد عدد سكان هذه القارة أيضا هنا عندنا مقارنة عزاء الطلاب ما بين قارة أوروبا وقارة أفريقيا وعندنا أيضا دولتين للمقارنة ألمانيا ونيجيريا المقارنة تدرس منذ عام 1950 حتى عام 2050 يعني حوالي على مدى قرن 100 عام نجد هنا نبدأ عدد سكان طبعا بالمليون يعني هنا 500 مليون مليار مليار ونصف وهكذا طبعا هذا اللون الرمادي الفضي الغامق هو لأفريقيا ما اللون الفاتح هو لقارة أوروبا نأتي هنا لدراسة المخطط البياني عزاء الطلاب في عام 1950 كان عدد سكان قارة أفريقيا نجد بأنه أقل تقريبا أقل حتى من نصف سكان أوروبا يعني عدد سكان أوروبا كان حوالي 500 مليون أما عدد سكان أفريقيا كان حوالي يعني 230 مليون أقل من نصف تقريبا إذن بعد عشر سنوات نشاهد كم يبلغ الزيادة أو النمو الطبيعي في القارة بعد عشر سنوات عام 1970 ما زالت أوروبا تتقدم على أفريقيا في عام 1980 نلاحظ بالزيادة السكاني النمو الطبيعي في قارة أوروبا جدا بطيء إذن النمو الطبيعي جدا والزيادة الطبيعية لسكان القارة يمشي ببطء يعني 550، 600، 650 كل عشر سنوات أما مثلا في قارة أفريقيا نجد 230 زادة 50 مليون ثم زادة حوالي 80 مليون نمشي في هذه المقارنة حتى نأتي تقريبا إلى عام 1990 نجد اقتربت أفريقيا بشكل كبير من قارة أوروبا يعني أصبح تقريبا الفرق حوالي 90 مليون بعدما كان في عام 1950 كانت تقدم لأوروبا بحوالي 300 مليون حتى عام 2000 نلاحظ بأن أفريقيا تقدمت على قارة أوروبا من حيث عدد السكان إذن أعزائي الطلاب ننتبه هنا في عام 2000 بعد خمسين عام فقط بعدما كانت أفريقيا متأخرة أقل من قارة أوروبا بحوالي 300 مليون نسمة نجد بأنها في عام 2000 بحلول عام 2000 أصبحت قارة أفريقيا أكثر من قارة أوروبا من حيث عدد السكان في عام 2010 أصبحت أفريقيا عدد سكان كما تعلمون أعزائي الطلاب حوالي مليار نسمة بينما قارة أوروبا تقف عند 740 مليون نسمة طبعا والتابع في هذه الدراسة نلاحظ كيف أن أفريقيا تزيد في عدد السكان لماذا طبعا هذه الزيادة وهذه الفروق طبعا هذه مقارنة أيضا هنا ما بين ألمانيا وبين نيجيريا من أراد أن يزيد فيها أو يتعمق في دراساتها فله ذلك نبقى هنا نحن في دراسة أفريقيا وأوروبا فقط نعود للفكرة عزائي الطلاب لماذا قارة أفريقيا تمكنت من تجاوز قارة أوروبا من حيث عدد السكان خلال 100 عام فقط نجد بأن الزيادة يعني قارة أوروبا في عام 2050 ستعود أدراجة يعني في عام 2010 سبعمائة وأربعين إذا استمرت في هذا النمو الطبيعي الذي هو ما دون الصفر نلاحظ هنا في عام 2010 سبعمائة وأربعين مليون أما في عام 2050 سيكون عدد السكان قارة أوروبا أقل أي سبعمائة مليون نسمة تقريبا سينقص عدد السكان 31 مليون نسمة وذلك بسبب انخفاض معدل النمو الطبيعي دون الصفر إذن لا يوجد زيادة أوروبا لا يوجد بها زيادة في عدد السكان وإنما يوجد فيها نقصان في عدد السكان وذلك بسبب تراجع النمو الطبيعي بينما نجد قارة أفريقيا بلغ عدد سكانها مثلا في دراسة سيصل إلى مليارين وثلاثمائة أو أربعمائة مليون نسمة بذلك إذن نلاحظ بأن قارة أوروبا هي من القارات ذات النمو الطبيعي المنخفض حتى أنه دون الصفر لذلك يؤدي إلى تناقص عدد سكان هذه القارة طبعا هذا الأمر ناقشنا كل هذه الدراسة التي رأيناها من السبب أن أفريقيا تجاوزت وتقدمت على أوروبا كان بسبب النمو الطبيعي الموجود في أوروبا ونمو الطبيعي طبعا نقصد به وهو الفرق ما بين معدل الولادات ومعدل الوفيات متى يكون في زيادة فيها معدل نمو الطبيعي عندما يكون معدل الولادات أعلى من معدل الوفيات مثلا يكون معدل الولادات عشرين بالألف ومعدل الوفيات مثلا ثمانية بالألف فيكون معدل الزيادة الطبيعي اثنى عشر بالألف أما قارة أوروبا فنلاحظ ما دون الصفر يعني يكون مثلا معدل الولادات عشر بالألف ومعدل الوفيات ثلاثة عشر بالألف فيكون معدل نقصان لماذا؟ لأن الوفيات هي أعلى من الولادات طبعا هذا الأمر قلنا بأنه يعود بسبب الموروث الثقافي عند هذه أو تلك المجتمعات يعني ذات بنية مجتمعية متفككة لا يوجد ترابط الأسرة التي طبعا موجودة عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية الحمد لله لذلك نلاحظ مجتمعهم في تراجع في تراجع هذا الأمر دفعهم إلى فتح أبواب الهجرة من غير قارات من قارة آسيا ومن قارة أفريقيا دائما نلاحظ بأن الدول الأوروبية تحاول أو تعمل على إعادة توطين مهاجرين من خارج القارة من القارات الفقيرة قارة آسيا وكما ذكرنا قارة أفريقيا طبعا في دراسة أيضا لمعدل الأعمار في هذه القارة كما نرى في زاوية الشاشة هنا متوسط العمر للشعب الأوروبي حوالي 75 عاما كمتوسط يعني يمكن أن يصل المواطن الأوروبي إلى 75 عام لذلك نلاحظ هذه الفئة من المجتمع هي فئة أعلى من غير قارات يعني أعلى من قارة آسيا وأعلى من قارة أفريقيا المواطن أو الإنسان الأوروبي يعيش يصل في دراسة طبعا يصل إلى عمر 75 بسبب ارتفاع المستوى الصحي والمستوى المعيشي في هذه القارة بينما بالمقارنة مع غيره من المناطق كالهند أو مناطق في أفريقيا نجد بأن متوسط العمر الذي يصل إليه الأفريقي يصل إلى 60 يوجد فرق 15 عاما لذلك يطلق على المجتمع الأوروبي بالمجتمعات الهرمة يعني إذا أخذنا متوسط أعمار المجتمع الإيطالي على سبيل المثال يصل إلى 42 عاما بينما نجد مجتمعات كمجتمعات عربية كفلسطين أو اليمن أو سوريا متوسط العمار يتراوح ما بين 17 و 19 و 20 عاما إذن هنا نجد مجتمع فتي لماذا؟ بسبب ارتفاع نسبة الأطفال والفتيان والشباب في المجتمع بينما نجد المجتمع الأوروبي يرتفع فيه نسبة كبيري السن والمسنين لذلك يعتبر من المجتمعات الهرمة ولذلك يطلق عليها باسم القارة العجوز طبعا لنتذكر مفهوم الكثافة السكانية أو تعريف الكثافة السكانية أعزائي الطلاب إذن أعزائي الطلاب الكثافة السكانية بالتعريف هي عدد سكان على المساحة بكل بساطة مثلا عدد سكان قارة أوروبا هذا الرقم نقسمه على مساحة أوروبا انتهى بيطلع معنا نتيجة الكثافة السكانية إذن ما هي الكثافة السكانية؟ نقول هي عدد السكان الموجود في هذه المنطقة أو الدولة أو القارة مقسوما على مساحة هذه القارة إذن ويقاس مساحة القارة أو المساحة بكل متر مربع ويقاس عدد السكان بالنسمة طبعا لنلقي نظرة على هذه الخريطة وفي عام 2016 نجد عدد سكان قارة أوروبا موزع حسب الدول طبعا على اعتبار تركيا أيضا تعتبر داخل المناطق الأوروبية فحسبت على هذه القارة في كثير من الاعتبارات السياسية وغيرها نجد روسيا 144 وهي الأكبر عندنا ألمانيا 82 عندنا فرنسا 66 مليون طبعا هي من الدول الكبيرة في هذه القارة عندنا أيضا تركيا 80 مليون تقريبا بعد ألمانيا تأتي عندنا إيطاليا 60 مليون إسبانيا 46 نأتي أيضا هنا بعض الدول القليلة عندنا النرويج حوالي 5 مليون والسويد 9 مليون أو حوالي 10 مليون إذن هذا توزع عدد السكان في القارة لكن الذي يهمني في الموضوع هو توزع والكثافة السكانية في هذه القارة لذلك سنشاهد حسب الخريطة أين ترتفع الكثافة السكانية وأين تنخفض ولماذا عزيزي الطالب إذن من هذه الفقرة هنا الكثافة السكانية أكثر شيء يهمني أن أعرف أين ترتفع الكثافة السكانية ولماذا إذن ننظر على الخريطة يقول حسب المصور بأن سكان أوروبا تتركز بالتحديد على شكل حزام إذن تتركز أي ترتفع الكثافة قلنا كلما أصبح اللون أكثر إلى اللون الأحمر أي زاد عدد السكان إذن يمتد أو يتركز السكان في أوروبا في الحزام الذي يمتد من بريطانيا أو إنجلترا أو المملكة المتحدة إذن حزام من إنجلترا مرورا بألمانيا إذن مرورا إلى ألمانيا وتشيك حتى نصل إلى سلوفاكيا وروسيا في القسم الأوروبي إذن هذا الحزام الذي يمتد على منتصف أوروبا هنا نجد بأن الكثافة السكانية مرتفعة إذن أعيد وأكرر حدد عزيز الطالب أين ترتفع الكثافة السكانية في قارة أوروبا نقول بأن الكثافة ترتفع على شكل حزام هذا الحزام يمتد من إنجلترا غربا حتى ألمانيا وتشيك وسلوفاكيا حتى قسم روسيا الأوروبي أي قسم القسم الذي يقع من روسيا في أوروبا إذن هذا هنا يرتفع الكثافة السكانية لماذا برأيك ترتفع الكثافة في هذه المناطق؟ لابد من توافر ميزات وعوامل ساهمة ارتفاع الكثافة فنعم عزيز الطالب المناخ كان له الدرجة الأكبر المناخ الملائم ساعد وسهل على الإنسان العيش في هذه المناطق ليس فقط المناخ أيضا الثروات الباطنية والمعدنية وتركز النشاط البشري والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة ساهمت على ارتفاع الكثافة السكانية إذن في هذا السؤال يأتي حدد أين ترتفع الكثافة السكانية؟ في قارة أوروبا ولماذا ترتفع؟ أنها في حزام من إنجلترا إلى ألمانيا فكرواتيا سلوفاكيا وتشيك حتى روسيا الأوروبية لماذا ترتفع؟ بسبب واحد المناخ اثنين توافر ثروات ثلاثة تركز النشاط البشر إذن هذه المنطقة الأولى التي ترتفع فيها الكثافة السكانية في قارة أوروبا نأتي إلى المنطقة الثانية أيضا نجدها تتركز في شمال إيطاليا هذه هي إيطاليا طبعا لماذا تركز في شمال إيطاليا؟ بسبب أيضا توافر الموارد الباطنية والثروات الباطنية والصناعات المهمة إذن تركز النشاط الاقتصادي في شمال إيطاليا ساعد على ارتفاع الكثافة السكانية في هذه المناطق كذلك الأمر تنتشر أو ترتفع الكثافة على السواحل الجنوبية لهذه القارة المطلة على البحر الأبيض المتوسط كاليونان وإيطاليا أيضا وإسبانيا إذن في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط وشمال إيطاليا لماذا؟ طبعا حيث نجد الزراعة والتربة الخصبة والمناخ أيضا الملائم كما نتذكر في درس المناخ عزيزي الطالب عندما تحدثنا عن الإقليم المتوسطي نتذكر بأنه يمتاز باعتدال الحرارة في الشتاء وارتفاعها في الصيف لذلك فإن اعتدال الحرارة في هذه المناطق وخصوبة التربة وتوافر المياه والأمطار ساعد على قيام الزراعة إذن صار عندنا منطقتين المنطقة الأولى هي الحزام في منتصف أوروبا من إنجلترا إلى ألمانيا إلى تشيك إلى السلوفاكيا إلى روسيا الأوروبية ثم شمال إيطاليا وسواحل الجنوبية المطلة على المتوسط طبعا قلنا بسبب المناخ الملائم والتربة الخصبة وتوافر الزراعة والأنشطات الصادية أما الآن نصل إلى المناطق التي تنخفض فيها الكثافة السكانية أين تنخفض في أوروبا الكثافة السكانية؟ الجواب في الشمال في المناطق الشمالية كما رأينا في المصور الأول عندما جئنا إلى المناطق أو الدول ذات الكثافة أو عدد السكان القليل جئنا إلى النرويج 5 مليون أو إلى السويد 10 مليون مع أن مساحتها من أكبر الدول في القارة يعني مساحة النرويج كبيرة أيضا ومساحة السويد أكبر إذن على الرغم من المساحة الكبيرة لكن نجد بأن عدد سكانها قليل لماذا تنخفض؟ لماذا انخفضت الكثافة هنا في هذه المناطق؟ إذن نقول انخفضت بسبب البرودة القاسية وصعوبة الحياة إذن هنا نلاحظ بأن المناخ يكون قاسي دائما هطول ثلجي ودرجات حرارة مخفضة فإذن ساهمت هذه العوامل من خفاض الكثافة السكانية في هذه المناطق إذن هذا كل ما يتعلق عن الكثافة السكانية هنا عندنا سؤال للمراجعة لكي تختبر وتصبر معلوماتك عزيزي الطالب السؤال يقول ترتفع الكثافة السكانية في قارة أوروبا حدد أنت الآن معي أين ترتفع الكثافة السكانية في قارة أوروبا هل على المرتفعات الجبلية هل في شمال القارة هل الجواب في سهول سيبيريا أم في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط السؤال أين ترتفع الكثافة أينما كان جوابك أيضا يتبعه لماذا ترتفع الكثافة السكانية في المنطقة التي سوف تحددها أنت إذن لماذا ترتفع علل أيضا لماذا ارتفاع الكثافة ننتقل إلى المحور الثاني والأخير في هذا الدرس وهو أهم المراكز العمرانية في قارة أوروبا في هذا المحور عزيزي الطلاب سنتحدث عن العديد من المدن والعواصم الأوروبية ونتناول بعضها ونتحدث عن أهميتها الثقافية والسياحية والاقتصادية هذه الصورة من مدينة روما عاصمة إيطاليا وهذا هو مدرج الكولوسيوم وهو من أهم المعالم الأثرية والسياحية ليس فقط في روما وليس فقط في أوروبا بل في العالم نبدأ طبعا في صور العديد من المدن كما نشاهد من على اليمين صورة لبرلين عاصمة ألمانيا بودابست ستوك هولم موسكو روما فيينا لندن مدريد طبعا وكل هذه المدن هي مدن شهيرة جدا في أوروبا وليس فقط في أوروبا وإنما مدن تشتهر على مستوى العالم وهي عواصم لدولها طبعا هذه العواصم نجد أيضا هنا توزع لأهم المدن مدريد لشبونا عاصمة برتغال باريس لندن والكثير هذه الخريطة تعرض لكم أعزائي الطلاب التقسيمات السياسية لدول أوروبا أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وكذلك مواقع العواصم الأوروبية لكل الدول عفوا لكن حديثنا سيكون عن أهم المدن ليس لن نتوسع كثيرا في العديد من المدن يكفي أن نتكلم عن مدينتين وهما مدينة باريس ومدينة كما نجد هنا في هذه الصورة الخلابة ومدينة لندن إذن سنتحدث عن مدينتين هما باريس ولندن طبعا لنقف عند المدينة الأولى وهي مدينة باريس كما نشاهدون في هذه الصورة وجميعنا يعلم برج إيفيل وبرج باريس وهذا البرج الشهير طبعا مدينة باريس هي عاصمة فرنسا وهي من أكبر المدن الفرنسية هي الأكبر على الإطلاق تقع هذه المدينة في شمال فرنسا هذه هي خريطة فرنسا كما نشاهد الملونة هذه خريطة فرنسا من الشمال إلى الجنوب مدينة باريس هنا في هذا الموقع تماما في هذا الموقع إذن تقع مدينة باريس في شمال فرنسا وهي العاصمة السياسية لفرنسا طبعا تقع هذه المدينة على مجرى نهر السن هذا هو مجرى نهر السن وهو من أهم الأنهار في أوروبا على الإطلاق وفي فرنسا لا سيما في فرنسا إذن مدينة باريس تقع على مجرى نهر السن الذي يصب في القنال الإنجليزي إذن مدينة باريس كما نجد هنا أعزائي الطلاب تبعد عن القنال الإنجليزي حوالي 370 كيلو مترا إذن يعني قريبة تقريبا والقنال الإنجليزي نعلم من أهم الممرات المائية في العالم هو ممر مائي وتجاري وموقع استراتيجي مهم جدا إذن مدينة باريس عاصمة فرنسا تقع على مجرى نهر السن تقع شمال فرنسا تبعد عن القنال الإنجليزي حوالي 370 كيلو مترا طبعا لهذه المدينة أعزائي الطلاب أهمية كبيرة جدا على كافة المستويات تعرف أو تسمى هذه المدينة باسم مدينة الأضواء وذلك يعود لأن باريس كانت أول مدينة على مستوى أوروبا بأنها تضاء بالمصابيح وكانت باريسية سباقة لكثير من الأمور كما ذكرت لكم في درس التاريخ عزائي الطلاب بأن أول مشفى بنية في أوروبا كان في مدينة باريس والشيء يذكر بأن هذه المشفى كانت بعد أول مشفى إسلامية عربية بسبعمائة سنة بسبعة قرون طبعا أول مشفى بنيت في دمشق في عهد الدولة الأموية الفرنسيين عرفوا أول مشفى بعدنا بعد المسلمين بحوالي سبعة قرون لذلك قلنا بأن باريس والفرنسيين كانوا صباقين في الكثير من الأمور كما نرى الآن بأنها كانت مدينة الأضواء وإلى الآن تعرف بهذا الاسم لربما الصور الآن تتحدث عن هذه المدينة وعن هذا اللقب مدينة الأضواء نعم باريس هي أول مدينة كانت تضاء في قارة أوروبا ننتقل إلى الأهميات أو بما تشتهر هذه المدينة تشتهر هذه المدينة بأهمية ثقافية وبأهمية اقتصادية وبأهمية سياحية طبعا لماذا نعود بوظيفتها الثقافية والأهمية الثقافية فيها أول أو فيها عفوا مقر اليونسكو اليونسكو هي المؤسسة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن أمور التعليم والثقافة والتربية سنراها الآن والمناهج الدراسية على مستوى العالم وتطوير هذه الخطط وكلها تندرج تحت هذه الهيئة وهذه المنظمة التي تعرف باسم اليونسكو طبعا وهي تابعة للأمم المتحدة سنرى الآن مقرها بالصور أيضا باريس تعتبر ذات أهمية اقتصادية عالية فهي مركز صناعي كما ذكرنا هي تقع على نهر السن ذكرنا أيضا هي قريبة من القناة الإنجليزي بالإضافة إلى اشتهارها بالصناعات معروف طبعا الصناعات الفرنسية سواء الصناعات الثقيلة أو الصناعات الأخرى إذن باريس تعتبر أيضا مدينة اقتصادية مدينة صناعية مدينة مهمة جدا وموقع تجاري مهم جدا كما تعرف أيضا بوظيفتها أو أهميتها السياحية من خلال احتواءها على العديد من المعالم السياحية على مستوى العالم وليس فقط على مستوى أوروبا إذن تعتبر باريسي مقصد لمعظم سياح العالم للتعرف على أهم التراث العالمي والثقافة العالمية سنرى الآن طبعا الأهمية كما ذكرنا الأهمية الثقافية التي تتلخص في وجود طبعا جامعات مهمة ومتاحف أيضا للذكر أول متحف أو أكبر متحف في العالم هو متحف اللوفر ويقع في باريس مقر اليونسكو هذا هو طبعا هذا الشعار منظمت اليونسكو المسؤول عن الثقافة والتعليم والأمور التربوية في العالم هذا هو مقرها في مدينة باريس طبعا كان مقرها في مدينة باريس هذه الهيئة أو هذه المنظمة للدرجة الثقافية العالية التي تتمتع بها مدينة باريس والتي ضمت الكثير من الأدباء والمبدعين والمخترعين والعلماء والفنانين على مستوى العالم أما بالنسبة للموقع كما ذكرنا الوظيفة أو الأهمية الاقتصادية فقلنا بأن تتمثل بمركز صناعي وميناء مهم جدا بخلال احتواء على الشركات العالمية الكبيرة والصناعات الفقيلة من صناعة السيارات والطائرات ومختلف أنواع الصناعات العالمية التي طبعا منتجاتها تغزو العالم ننتقل أيضا إلى الأهمية السياحية فذكرنا فيها برج إيفل مثلا على سبيل المثال وهو من أعلى الأبراج طبعا سابقا الآن أصبح في كثير من الأبراج أعلى منه هذا هو برج إيفل أو برج باريس طبعا سمي بإيفل نسبة للمهندس الذي صمم هذا البرج عندنا هنا قوس النصر أيضا الذي يقع في شارع الشانزي لزي من أشهر أيضا الشوارع في باريس وهنا عندنا متحف اللوفر هذا المتحف هو المتحف الأول على مستوى العالم الذي يضم كثير من القطع الأثرية والتاريخية والفنية من جميع أنحاء العالم فهذا المتحف هو متحف عالمي فيه قطع من جميع دول العالم وطبعا يوجد أيضا من تاريخنا وتراثنا السوري والعربي بشكل عام كثير من الآثار والقطع الفنية والقطع الأثرية والتاريخية التي تشهد على عراق تاريخنا وأهميته موجودة هنا في متحف اللوفر طبعا هذا كل ما يتعلق ويخص مدينة باريس لننتقل إلى المدينة الثانية وهي مدينة لندن أيضا عزائي الطلاب مدينة لندن هي عاصمة المملكة المتحدة وتعرف هذه المدينة باسم مدينة الضباب وستعلمون لماذا لأن في فصل الشتاء غالبا يكون الضباب على مستويات مخفضة في هذه المدينة ودائما يكون فيها الضباب لذلك سميت بهذا الاسم إذن لندن عاصمة الضباب أو عاصمة بريطانيا أو مدينة الضباب سنتعرف أيضا على خباياها وأهم ميزات هذه المدينة طبعا سنشادع على الخريطة هي تقع هذه المدينة جنوب شرق إنجلترا تقع على مجرى نهر التايمز أيضا لاحظنا عزائي الطلاب في باريس تقع على مجرى نهر السن أيضا لندن تقع على نهر التايمز لذلك نجد بأن مناطق الأنهار والسهول دائما كانت مقصد أو كانت عامل جذب للبشر للسكن والاستقرار فيها طبعا يبلغ سكان مدينة لندن حوالي 7 مليون نسمة طبعا هذه المدينة منذ أقدم العصور وإلى الآن تعتبر من أهم المدن على المستوى العالم كأهمية سياسية واقتصادية وثقافية وسياحية إذن كافة الجوانب تشتهر بها مدينة لندن من أشهر معالم هذه المدينة كان عندنا القصر الملكي هذا هو طبعا للأسرة الملكية في بريطانيا وعندنا أيضا ساعة بيكبين وبالمناسبة طبعا خط التوقيت العالمي خط جرينيتش يعتبر يمر منها لذلك هذه ساعة بيكبين تعتبر بداية التوقيت العالمي وعلى أساسه طبعا تقاس كل التوقيت في العالم طبعا هذا جل ما جاء عن المراكز العمرانية والمدن في قارة أوروبا لنأتي إلى نهاية هذا المحور أيضا لأعرض عليكم السؤال أيضا للمراجعة السؤال يقول ما هي أهم المعالم السياحية في مدينة باريس الجواب هل هو متحف اللوفر أم مقر منظمة اليونسكو أم ساعة بيكبين أم قصر بيكينجهام طبعا قصر بيكينجهام ذكرنا منذ قليل هذا أهم ما جاء معنا في درسنا اليوم أتمنى أن تكون كل المعلومات بسيطة وواضحة بالنسبة لكم أعزائي الطلاب أعرض عليكم الآن الواجب الذي سيكون معكم للأسبوع القادم الأسئلة السؤال أولا مطلوب معكم والسؤال ثانيا مطلوب والسؤال ثالثا مطلوب أيضا والسؤال رابعا مطلوب أتمنى أن تجيبوا عن هذه الأسئلة الأربعة أولا وثانيا وثالثا ورابعا من كتاب الجغرافيا الصفحة 113 وفي النهاية لا يسعني أعزائي الطلاب إلا أن أشكركم على حسن استماعكم أتمنى أن ألقاكم بخير للأسبوع القادم دمتم بخير ودمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر